أهلا بكم من جديد يعتزم العراق سدد قيمة واردات القطاع الخاص من الصين بعملة ليوان وضخ العملة الأجنبية في النظام المالي للمساعدة في تخفيف الضغط على الدينار وسيقدم المركز ليوان لجهات الإقراض المحلية للتعامل مع نظرائها في الصين وفق بيان نشر اليوم وسيوفر العملة الصينية إلى المستفدين النهائيين أيضا عبر حسابات البنك المركزي الخاصة يمثل هذا الإجراء في العراق أحدث محاولة تازمها السلطات لتحقيق الاستقرار للعملة الوطنية بعد إعادة تقييمها في وقت سابق من الشهر الجاري عند 1300 دينار مقابل الدولار بدلا من 1460 دينار وقد ساعدت هذه الخطوة على رفع سعر صرف الدينار في السوق الموازية ولكن دون أن تغلق الفجوة تماما مع سعر السوق الرسمية ينضم إلينا من بغداد صفوان قصي الأكاديمي والخبير المالي والاقتصادي أهلا بك أستاذ صفوان اعتماد العراق على ليوان الاستراد من الصين دفاعا على الدينار ما رأيك إلى أي درجة سيساهم في دعم العملة؟ يعني واضح سياسة البنك المركزي الحالية تحاول السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي وأجبارها للعودة إلى السعر الرسمي 1320 من خلال تحفيز النظام التجاري في العراق بالتعامل مع عملات المجهزين الصين أحد مجهزين السلع للعراق وبالتأكيد دخول المنصة الألكترونية حيث التنفيذ ساهم في الحاجة إلى التحويلات المالية من الدولار إلى اليوان فوجود مثل هذا الإجراء بالتأكيد سيساهم في تعزيز الأرصدة على مستوى بنك الشعب في الصين أو بنك التنمية السنغافوري أو من خلال جي بي مورغين هذا النظام سيسهل من مهمة تحويل الأموال من داخل الصين إلى المجهزين الصينيين طبعا أيضا ضمن نظام التحويلات المالية الدولية يعني أن لا يكون هناك شك في أن هذه الأموال تذهب إلى إيران أو إلى الدول المعاقبة فعملية فحص الفواتير وفحص المجهزين ورأس مال المجهز ستستمر وكذلك هناك توجه أيضا لتسهيل مهمة التحويل نحو اليورو والدولار يعني توجيه التجار العراقيين بالتعامل مع الصين والاتحاد الأوروبي والمتحدة الأمريكية للمحافظة على سعر الصرف وإدخال التجار قيد عملية التحويل النظامية بعيدا عن الشوق الموازي هناك العديد من المعاملات الصغيرة التي تتم داخل الصين حاليا مثل هذا الإجراء يمكن أن يسهل مهمة التحويل المالي في هذه الحالة يعني سعر الدينار في السوق الموازي وفي السوق العادي مع أنه حاولت تثبيته الدولة إلا أنه بعد بصير عليه مضاربات هل هذه الخطوة يمكن أن تدعم الدينار وإلى أي مدى يمكن أن تدعمه في المقابل ما هي التوقعات للدينار في السوق يعني واضح كلما سيطرت الحكومة على المنافذ الحدودية بشكل مطلق لأن هناك سلع لا تزال تدخل إلى العراق بدون تحويل خارجي وتباع في الداخل بالدينار العراقي والدينار العراقي يبحث عن التحويلات بالتأكيد في السوق الموازي فعمليا البنك المركزي يحاول السيطرة على سعر الصرف من خلال تحفيز التجارة النظامية والماركات العالمية للدخول إلى السوق العراقي تدريجيا الحصة السوقية للتجارة النظامية تزداد والمشكلة هي ليست في سعر الصرف في السوق الموازي إذا ضمنت إجراءات الحكومة من خلال وزارة التجارة العراقية استيراد السلاء من المناشئ المقبولة وضخف الأسواق بعيدا عن تذبذب السعر على المستهلكين بتقديري يمكن السيطرة على هذا السعر العراق أمام فرصة للتحول الاقتصادي فنحن بحاجة إلى الاستمرار في اتجاه ضبط حركة الدولار في السوق العراقية في هذه الحالة الإعلان جاء بأن التعاملات مع الصين بإمكاني أن تحدث بليوان ولكن يبقى النفط يستمر العراق ببيعه إلى الصين بالدولار الأمريكي بتسعير الدولار إلى أي مدى هذا ممكن يأثر سلبا أم إيجابا؟ الأول حقيقة الاقتصاد العراقي هو الاقتصاد دولاري على اتبار 98% من الإرادات هي تأتي من النفط والنفط يباع بالدولار كافة المعاملات الحكومية هي بالدولار لكن هناك بعض التجار يرغبون في وجود يوان حور داخل الصين من أجل أن يكون التحويل فوري خاصة صغار التجار وأيضا للبنك المركزي عملية السماح بالاعتمادات المستندية المستحقة قبل أن تصل البضاعة يمكن إطلاق المبالغ بذلك نسهل من مهمة التجار ونسرع من وصول السلع النظامية إلى المنافذ الحدودية النظامية وبتقديرها مثل هذه الإجراءات هي عبارة عن إجراءات للسيطرة على المستوردين أكثر مما هي للسيطرة على العملة من هو المستورد الذي يتعامل مع السوق النظامية ضمن هذه الآلية سيكون واضح والدولار الذي يمنح له أو حتى اليوان بالسعر الرسمي يفترض أن يكون لدينا نظام شفاف لمعرفة ما هي السلع المستوردة ضمن السعر الصرف الرسمي لكي لا ترتفع الأسعار في السوق الموازي أسعار السلع حضرتك أيضا كنت تتحدث بأن التعاملات بالدولار باليورو وأيضا باليوان متى يمكن أن نرى إضافة عملات جديدة برأيك؟ هل هي تجربة اليوم التعامل باليوان ويمكن أن نرى عملات أخرى تدخل إلى هذه المنظومة؟ الأول حقيقة في نفس البيان البنك المركزي يشجع على التعامل باليورو وبالدولار على اعتبار الانتحاد الأوروبي أيضا لدينا حسابات مصرفية لدى المصارف الأوروبية من الممكن أن يتم تغذيتها باليورو وكذلك الشركات الأمريكية ومن يتعامل بالدولار الأمريكي بذلك نخفض من تكاليف العمولات التي ترتبط بعملية التحويل من عملة إلى عملة وعدم إنجازها في الوقت الفوري كذلك عملية وضع جزء من احتياطيات البنك المركزي العراقي لدى الفدرالي الأمريكي بعملات مختلفة من الممكن أيضا أن تساهم في التحوط عن مخاطر تقلبات العملة خاصة أن الدولار الأمريكي حاليا هو عملة ترتفع حاليا فإن الممكن تحويل جزء من هذا المبلغ إلى اليوان أو إلى اليورو وهو عبارة عن استثمار في اليوان واليورو شكرا جزيلا لك سفوان قصاي الأكاديمي والخبير المالي والاقتصادي كنت معنا من بغداد أهلا وسهلا بك